كورا بيزنس مرحبا بكم في قناة كورا إنسايد في حلقة اليوم من برنامج كورا بيزنس نعرض لكم الوضع المالي لبرشلونة هذا الصيف فأهلا وسهلا بكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تحفيزا لنا وليصلك كل ما هو جديد كورا بيزنس هل يتحمل برشلونة تكلفة التعاقد مع رفينيا وليفاندوسكي بعد إبعاد شبح الهبوط عن ليدز يونايتد صار رفينيا أحد اللاعبين المطلوبين بشدة لدى أبرز أندية أوروبا اللاعب الذي أثبت قدرته على اللاعب تحت الضغط قد حمل ليدز يونايتد على أكتافه طوال الموسم وهو ما جعل نادي كبرشلونة يسعى بشكل حثيث للتعاقد معه تم ذكر أن رفينيا يريد حقا الانتقال إلى برشلونة قبل أن تخرج تقارير تفيد بأن النادي الكاتلوني قد لا يملك ثمن الصفقة فما مدى قدرة برشلونة على التعاقد معه وهل يسمح وضعهم المالي بالتعاقد مع روبرت ليفاندوسكي أيضا؟ يحتوي عقد رفينيا على بند في حال هبوط ليدز كان من شأنه أن يسمح له بالمغادرة بمقابل أقل بكثير من قيمة السوقية أن ازداد اهتمام برشلونة به في الفترة التي بدأ فيها فريق جيسي مارش محكوم عليه بالفشل والهبوط يملك رفينيا سنتين متبقيتين على عقده وسوف يكون ليدز مدركا لحقيقة أنه إذا بقي فستكون قيمته أقل بكثير في الاثني عشر شهرا المقبلة مما هي عليه الآن لكن مصادر لصحيفة The Athletic أوضحت أنه الآن وبعد ناجات ليدز من الهبوط سيتطلب الأمر عرضا يتراوح بين ستين وسبعين مليون جنيه السدليني وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما دفعوا له قبل أقل من عامين لا يخفى على الجميع أن ديون برشلونة تبلغ أكثر من مليار يورو تم تلخيص موقفهم المالي من قبل رئيس رابطة الدول الإسباني خافير تيباس الذي ناقش لهم إذا ما كانوا في وضع يسمح لهم بالحصول على مهاجم باير ميونيخ لفندوسكي مقابل خمسة وعشرين مليون جنيه السدليني وأجر سنوي يبلغ حوالي سبعة عشر مليون جنيه السدليني قال تيباس برشلونة يعرف ما يجب أن يفعله إنهم يعرفون جيدا ضوابطنا الاقتصادية ووضعهم المالي لا أعرف إذا ما كانوا سيبعون فرانك ديونج أو بيدري أو حتى بيريتو يقصد بذلك ممثلا من مواليد برشلونة توفي في السبعينيات فقط عليهم أن يملأوا خزانهم حاليا هو فارغ بهذه الحال لا يمكنهم حتى التوقيع مع لفندوسكي بالطبع لم تعجب تلك التعليقات إدارة برشلونة بما فيهم الرئيس إخوان لابورتا واتهم لابورتا تيباس بالإضرار ببرشلونة بالتحدث عالنا عن وضعهم إلا أنه لم ينفي أن ميزانيتهم المالية محدودة جدا توصل برشلونة إلى اتفاق للتعاقد مع ثنائي المجاني أندرياس كريستينسين من تشيلسي وفرانك كيسي ميلان ولكن كما هو الحال الآن ليس لديهم مساحة في سقف الرواتب تسمح بتسجيلهم كما يريد المدرب تشافي أن يوقع عثمان ديملي عقدا جديدا لكن اللاعب الفرنسي لم يقبل أي من عروض النادي كما أن تسجيل عقده الجديد سيكون مشكلة أيضا كما قال تيباس قبل إكمال أي تعاقدات جديدة يحتاج برشلونة إلى تعبئة خزائنه مجددا يبحث لابورتا وزملائه عن عدة طرق للقيام بذلك بما في ذلك إمكانية الدخول متأخرا في صفقة سي في سي المثيرة للجدل في الدول الإسباني عن طريق بيع حقوق التلفزيون المستقبلية إلى مستثمر يمكنهم جمع أموال إضافية عن طريق التنازل عن حصص شركتهم التجارية بيئ الام وشركة الإنتاج بارشا ستيديوس تقارير من صحيفة آسي الإسبانية ذكرت بأن النادي يفكر في التخلي عن 49.9% من حقوق استخدام علامات التجارية مقابل 200 مليون يورو بمعنى آخر سيسمح للجهة التي ستقوم بشراء الحقوق بصناعة منتجات تحمل اسم برشلونة التقارير أفادت بأن برشلونة يفكر في اللجوء إلى هذه الخطوة بسبب نقصان مبيعات قمصان الفريق هذا الموسم خصوصا بعد رحيل ليوني الميسي لذلك باتوا يفضلون الحصول على 50.1% من منتجاتهم التي تحمل اسم برشلونة في مقابل الحصول على مبلغ مالي دفعة واحدة من أي جهة ترغب في شراء حقوق العلامة التجارية لفترة من الزمن تقرير من صحيفة ذا أتليتيك أشار إلى أن تقديرات الأرباح المحتملة من تلك الاتفاقيات قد تصل إلى 650 مليون جنيه السيدليني وسيذهب معظمها من أجل سداد الديون الحالية للنادي وتحدد رابطة الليجا مرتين في السنة حدود رواتب كل نادي الأمر لا يتعلق فقط بالرواتب بل بإجمالي الإنفاق على الفريق ككل حيث يتم طرح الدخل المتوقع من التكاليف كرواتب اللاعبين وغيرها بما في ذلك رواتب الموظفين العاملين في النادي على سبيل المثال إذا كان النادي سيكسب مليون دولار ولكن عليه أن يدفع 500 ألف من مدفوعات الديون أو أن يدفع رواتب غير العاملين في كرة القدم فإن الحد الأقصى للراتب هو ما تبقى بحيث يكون في هذه الحالة 500 ألف بمعنى آخر سيظل برشلونة يعاني من مشكلة سقف الرواتب ما لم يقم بتسديد ديونه يتم أيضا أخذ الخسائر من السنوات السارقة في الاعتبار أيضا وفي هذا الجانب تضرر برشلونة حقا والذي تكبد خسائر مالية بسبب إغلاق الملاعب أثناء الوباء وصلت خسائر النادي المالية في العام الماضي إلى 481 مليون يورو وكان الفرق ما بين دخلهم الذي حصل عليه وبين التزاماتهم المالية كالرواتب وغيرها هو 144 مليون يورو ولك أن تتخيل أن برشلونة كان النادي الوحيد في الدرجة الأولى الإسبانية الذي حصل على رقم بسالب وفق تقديرات رابطة الليغة يمكنهم تسجيل لاعب جديد فقط في حال باعوا آخر بأربعة أضعاف قيمته على سبيل المثال إذا باع برشلونة فرانك ديونغ مقابل 120 مليون يورو فإنهم يستطيعون التسجيل لفاندوسكي في حال كانت تكلفة انتقاله 30 مليون يورو فقط أي ربع سعر ديونغ أي إن برشلونة يحتاج إلى ما لا يقل عن 120 مليون يورو حتى يتمكن من شراء لفاندوسكي بشكل منطقي في حال ما وافق باير ميونيخ على سعر 30 مليون يورو حاليا برشلونة تمكن من الحصول على مبلغ 20 مليون يورو من بيع كوتينيو إلى أستون فيلا وذلك يفسر تمسك النادي بسعر لا يقل عن 100 مليون يورو في حال أرد منشسر يونايتد شراء فرانك ديونغ لذلك أفادت التقارير أن برشلونة وضع أغلب لاعبه للبيع عدى أبناء أكاديمية لماسيا في الفريق الأول كاكافي فاتي نيكو كونزاليس بالإضافة إلى الركاز الإسبانية الأخرى كابدري والسبب الرئيسي هو تجنب أي ردة فعل غاضبة من قبل الجمهور البرشلوني إذن للإجابة عن هذا السؤال هل يستطيع برشلونة التعاقد مع رفينيا وليفاندوسكي؟ نعم ولكن عليه أن يتخلى ربما عن ديونغ وعثمان ديمبلي بشكل أساسي بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم ما رأيك في صفقتين رفينيا وليفاندوسكي؟ وهل تستحقان كل هذا العناء؟ جمهورنا الحبيب نسعب اشتراككم ومشاهدة قناتكم فلدينا المزيد كرة إنسايد مرحبا بكم في كرة القدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر